السلام عليكم زماعين الأفاضل وأخواني العزاء أول حاجة عشان أحب أشكر أستاذ الدكتور أمنال عبد المنعم أستاذ الدكتور مولان الأمين أستاذ الدكتور أسورة عبد الفاضل أستاذ الدكتور ريمين بيسيري طبعاً أستاذ الدكتور عفاف والشكر الخاص طبعاً للدكتور حمدي إبراهيم والدكتور مصطفى الفشاوي الناس دول يعني يجزيهم بخير على كل اللي بيعملوا في مصرف وشكراً جزيلاً لهم الموضوعنا النهاردة على نوفي الأنتبياتيكس أنا طبعاً مفروض كنت سبوز أكون معاكم في الميتينج بس طبعاً ظروف خاصة إن أنا إن شاء الله وأثناء الميتينج دي هكون في الطيران يعني طيارة فبالو عزري إن أنا ما جيتش يعني لظروف خاصة لما بتكلم أول حاجة على الموضوع النوفي الأنتبياتيكس أتليست لازم أتكلم حاجة على البيزيكس اللي هو النوفي الميكانيزم الميكانيزم أفاكشن الانتيبياتيكس عندنا السيل والسانسيس البيتالاكتام زي اللايكوبابتايز زي الملها التايكوبلاني والفانكومايسن الفوسفومايسن كل دول بيشتغلوا على السيل وال هنا البروتين سانسيس الغروب بيشتغلوا على 50S ريبوزومة سبيونت ويشتغلوا على 30S زي التتراسيك نعمين وبيلايكوزايدز الحاجات التبتسغل على دين اي والرن اي زي هنا دين اي جايريز فلوروكوينيلون زي دين اي ريبليكيشن الفلاجيل او مترولدازول دين اي دي بندد رن اي بولومي ريزر يفهم بسان عندنا الويتابولايدز زي حاجة زي السالفامسكسزولترايم سبريم اللي بيشتغلوا على الديو تيتراهايدورفوريدريتاكتيز انزيمز زي ما قلنا بنشتكلم على ميكانيزم اف اكشن لازم كلمتين على ميكانيزم اف ريزيستنس عشان لما تكلم على ميكانيزم اف ريزيستنس كلين اللي بقى عارفين the same language اول حاجة ببدأ بالميكانيزم اف ريزيستنس على وجود الهايدروليس بيبيتالاكتميز انزيم وهنشوف انواع البيتالاكتميز الان دلوقتي اللي بعدها برضو البورين لص ايه البورين دي؟ دي المكان اللي بيخش بيحصل انتري عن طريق البكتيريا الانتيبواتيكس تخش جوه البكتيريا if you lose the borine no more entry of the انتيبواتيكس inside the bacteria عندنا برضو الانتيبواتيك موديفكيشن دي الامانو جليكوزايد موديفكيشن اللي بيحصل وبيبريفنت الاكشن عندنا الحاجة المهمة قوي برضو البكتيريا to get out of the antibiotics and no more action inside الحاجة المهمة برضو mutation of the libo polysaccharides زي البوليماكسين resistance فده كلمة بسيطة على general items of resistance دي كلوك عارفين البيتالاكتم رينج اكتر مني اللي فيها 3C و N دي البيتالاكتم عشان نحن نتكلم عن البيتالاكتميز كل السادتي الموجودين عارفين البيتالاكتم رينج دي موجودة في البنسيلن والكفالوسبورن والمونوبكتام والكربابينمز لما يجي تكلم عن نسبيسيفاي شوية على البيتالاكتميز بتالاكتميز دي انزيم بتقوبن البيتالاكتم رينج فبتعمل دي ناتيوريشن أو بتعمل resistance للبنسيلن والنارو سبكتر من كفالوسبورن زي السفازولين الESPL يعني ايه برضو عشان يبقى فيه كومان لانجوج بنا ومن بعض كلنا أثناء المحاضرة extended spectrum bitalactamase ده انزيم بيدستراكت البنسيلن الكفالوسبورن لغاية الثرز ينشان كفالوسبورن option سايتها بتبقى كربابينم ببرسيلن تازوباكتام سفتة لزون تازوباكتام وسفتة زيتين هنتكلم عن حاجات دي دلوقتي بإذن فيه بنسيلن فيه ESPL أو extended spectrum bitalactamase وعندنا فيه الكاربامينيز ايه هم الclassification بتالاكتاميز دي عندنا فيه class A وclass B وclass C وclass D الكلام ده ليه مهم لإننا بيجيه للبيوفير فيها حاجة اسمها الكي بي سي هقول لكم في الآخر هنشوف دلوقتي how to manage كي بي سي فيه الNDM نيوريل اللي هم يتقلو بتالاكتاميز الأسماء دي very important وvery serious الAMC اللي في جروب C وفيه الأوكسا الأوكساسيلينيز دي مهم جدا عنا شنقول كل حاجة من دول الكي بي سي دي حاجة very common وشفت منها مرة قاوت بريك في المستشفى اللي أنا فيها 75 حالة وكانت experience كويس اننا هتعامل معاها يبقى إذن عندنا فيه class A وB وC وD وقلنا الميتال وبيتالاكتاميز دي من الحاجات الNDM الـ very serious اللي هنتكلم عليها ودي الأورجانيزمس اللي بواها الـ resistance types دو بعد كده بنتكلم على specific some organisms حاجة زي السودومونس السودومونس ما بتاخدش one single type of resistance بيبقى فيها MC production فيها E-flux bumble اللي شفناها فيها تمنع دخول الـ فيها N-D-M أو متالي وبيتالاكتاميز فيها العمانو glycoside modifying enzymes يبقى السودومونس لم تكتفي بsingle way of resistance عندها multiple كذلك الأسينيتو أنا عندي أو في المستشفى الآن حوالي 46 حالة في خلال كام شهر أسينيتو وهنتكلم عن المانيزمت بتاعتها بعد كده الانتيروباكتريشي لازل نعرف الانتيروباكتريشي ده المستكومل في الانتيروباكتريشي الكليبسييلا والإيكولاي والانتيروباكتر واليارسينيا والحاجات دي ببقى فيها ساعات ال-ESPL فيها ال-NDM ال-M-C ال-KBC كل دولة موجودة في حاجة اسمها ستينوتروفوموراس ملطوفيليا ودي مهمة قوي قوي وحلاها بسيط ترايمس سبليم سالفا زكسازول مستكومل الانتيروباكتريشي اللي بيستخد فيها وفي البرخولديريا هنتكلم كلمتين برضو ودول هما الانتيروباكتريشي اللي مفهنوض نعرفهم تمام النوف الانتيروباكتريشي هنقسمي الى جروب two groups four gram negative و four gram positive ده الكلام اللي هنقوله النهاردة بالنسبة لل gram negative سفتاريزومتازوباكتام سفتازيديم أفيباكتام الارافا سايكلين البلازموسين والإمبينم ريلي باكتام دول most of them I'm using it except الارافا سايكلين والبلازموسين لم استخدمهم لغاية الآن لكن الباقيين كلهم موجودين و هنأخذ بالتفصيل كل واحد فيهم مؤبروفد في ايه و ايه الميكانيزم هنأخذ واحد واحد منهم زي سفتاريزومتازوباكتام ده المولوكيول بتاع السفتازيديم غيروا الصايدة شين بتاعته دي أصبح نيوم مولوكيول اسمها سفتاريزون سفتاريزون ده عبارة عن ايه 5th generation كفاليسبورن حطوا معها التازوباكتام اللي موجود في التازوسين تماما اللي هو البيتالاكتاميز انهابتور بالإضافة الى سفتاريزون طب أضفنا ايه ان احنا حولنا الى سفتاريزون تازوباكتام اللي هو الزيرباكسة ده ده نوفل كفاليسبورن زي ما قلنا حالا او معها بيتالاكتاميز انهابتور واخد افد أبروفر فى 2 important indications complicated interabdominal infection in combination مع المتروين الدازول ده مهم قوي وفى complicated UTI ده مهم قوي هو 1.5 جرام ده النورمال كدني فونكشن كل 8 ساعات الدوريشن في تريتمين في complicated interabdominal infection up to 2 weeks وفي urinary tract infection up to 7 days ودي الاسpect complicated UTI وقرنو ساعتها بالليفوفلوكسسين كان بالعكس كان superior على ليفوفلوكسسين والتانية اللي قلت interabdominal infection لازم يكون في معانا متر ريدازول مع السفت لزون تازوب اكتام قرنو بإيه قرنو بالستاندر بالمروب وكان مور سوبر في الاسpect تريال اللي تقال بتورينا الزيرباكس او سفت تازوب اكتام بكل الميكانيزم اللي قلناها قبل كده مع الزيرباكس لكن الحاجة الجاب الواضحة جدا اللي كلنا لازم نكون اوير بيها انه لا يغطي KBC ولا يغطي NDM عشان كده مهم لا يستخدم في الزيرباكس المولوكيول التاني اللي اللي هو السفت زيديم افي باكتام ده السفت زيديم اللي كلكم عارفين وده الافي باكتام مولوكيول اللي هو نوف البيتالاكتاميز انهيبتور يختلف كتير عن الكلافيولينيك اسد ويختلف عن التازوب باكتام في ايه بقى ده اللي هنشوفه الافي باكتام بيكتفي موست امبورتان بيتالاكتاميز زي ايه زي المتالاكتاميز لا يستخدم الواحد والافي باكتام لازم اد اون معه الاستيريونام زي ما هنشوف بعد كده وعشان كده لما نشوف الافي باكتام والفرق بينه بتازوباكتام و الري باكتام هتلاقيه بياخد و بيأفك كلاس ايه والكلاس سي والكلاس دي مهمين جدا جدا كاربامينيزيز الاس بي ال وكل الكاربامينيزيز دول بيتأثروا كويس قوي بالافيباكتام معادة طبعا زي ما انتم عارفين الان دي ام اللي بحط معاه الاستيريوناد السيفتازيديم افيباكتام كان خد اف دي اي بوهر في 2015 زي ما قلنا حالا انه هو كيفالي سكورين اللي هو الثريج جريش سيفتازيديم ومعاه نوفي البيتر اكتميز انهابتور واخد two important indications بالزبط زي الزيرباكسا في الانتر ابدان انفكشن complicated ولازم اتحط معاه المتلونيتازول وفي complicated duty eye الدوز ده ما كلكم عارفين 2.5 جرام اي في كيو 8 اوارز هناخد ملوكيون مهم اوي 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 ونعرف ان ده الحمد لله بدأت اشتغل بيه هنا في المستشفى اللي هنا فيها هو سيدر فور ده كلاس جديدة جدا من انتيبيوتكس عملت حاجة جميلة جدا هو الفيتروشا ده كلكم عارفين التروجن هورس اللي دخلوا حصان في المدينة الترواضة والمهم وفي الاخر طلع العساكر وستولوا على المدينة ده عمل نفس الشيء هو كل الانتيبيوتكس لما بتيجي تخش البكتيريا بتخش عن طريق passively passive diffusion عن طريق boring channel اللي قلنا عليها لكن ده عمل حاجة جديدة جدا ده اتغطى بالiron هنا وتاخد actively البكتيريا بتاخده actively avidly وتدخلوا جوه مش كده وبس بقى very stable against all classes والبيتالاكتميز ال-A وال-B وال-C وال-D مش كده وبس حاجة ثالثة انه هو بيوفركم ال-iflux bump يمنع ال-iflux bump فيقعد جوه السل فعمل حاجات كتير جدا زي ما حنشوف الترايل اللي قارنت بينه وبين الكوليستين containing regimen ولقوا ان هو في المرتاليتي افضل كتير statistical significant عن combination of coulisten مع others مع meropenum مع other combinations وده كابلن ماير كاب كيرف اللي قال ان اللي هنا survival احسن كتير جدا في السيفيدروكول جروب عن مهم اوي والcombination اتحطت مع السيفيدروكول اتحطوا معاها ممكن الفوسفومايسن الفوسفومايسن بلاست ايجي سايكلين الفوسفومايسن بلاست meropenum فكل دول combination بتوع السيفيدروكول مع others افضل كتير من الكوليستين مهم اوي طيب في مولوكيول تاني برضو سيفتو بايبرول ده استخدمته كتير هنا عن جنا اللي هو اسم والزيفتيرا ده عمل combination جميل اوي حاجة مهم اوي انه حاجة الامرس اي والسلمون وخد approval للهوسبتل اكواردنمونيا بس مش في الفاب وخد approval على اكواردنمونيا ومش كده بس كمان في ده سيفتو بايبرول او الزيفتيرا طب ايه الارافا سايكلين ده الارافا سايكلين ده جروب جديد من التترا سايكلين زي ما التايجي سايكلين تطا جليسي سايكلين جروب جديد من التترا سايكلين لأ ده طالع جروب اسمه فلورو سايكلين او فلورو تترا سايكلين سينستيك تترا سايكلين خد قريدي من كام سنة وبيغطي حاجتين مهمين قوي هو قريب قوي من التايجي سايكلين بس حاجة جديدة غير التايجي سايكلين بيكافر الجرام بوستف زي الامرس اي والفي ار اي للإرتابينم والميروبينام لتعامل الانترابدوني وكومباربون ليوفروكساسين في الورين دي تراكت انفكشن يبقى إذاً ده مع أنه أزيف أنه هو جروب جديد من التتراسيكل لكن بينزل اليورين وبيغطي بيكونسنتريشن كويس قوي ده بيدسرط زي ما قلنا 30S ريبوزومة صبيونة فده حاجة جميلة أو الرباصيكل اللي هيكون ملكول جديدة ونقول حالاً بيحطه أمتى بلازموسين دوت أمينو جلايكوزايد نيو أمينو جلايكوزايد كان خد الأبروفل في الكمبيليكيت ديراني تاكت انفكشن خاصة البريونيفريتس بيغطي جرام نيجاتف بس الإيكولاي وكليبسيلا والبروتيس والإنتيروباكتر وده عبارة جينيتكالي انجينير عشان يوفركم أمينو جلايكوزايد موديفاين انزيم واسمه بلازموسين نيو أمينو جلايكوزايد السامري الكلمتين اللي نوهم في الجرام نيجاتف دي سامري ده سلايد مهم جدا جدا أهم من كل اللي قلناه دي الانتيروباكترال اللي هم التسعة اللي قلناهم دول اللي فيهم الكليبسيلا والإيكولاي والبروتيس والسيريشيا المهم ده الانتيروباكترز كلها في كلاس A زي الكي بي سي وفي كلاس B الاندي أم وكلاس D الاوكسا 48 هنيجي على الانتيباكتكس دول وده السودومونس وده الأسينيت وده ستينتروفومونس مالتوفيمي تلاقي عندنا السيفيدروكول زي ما انتو شايفين مغطي كل السبكترم ده كله السيفيدروكول مغطي كل السبكترم ده كله سيفتا بسديم أفيباكتام مغطي كويس قوي بس عنده جاب في الاندي أم لكن لما بحط هنا الأفيباكتام مع الأستيروينام يغطي الاندي أم عشا كده لو ما عندوكش سيفيدروكول انه وفيري اكسبنسوف ما نزلش مصر يبقى عندك الابشن لو عندك اندي أم تحط أستيروينام مع الأفيباكتام وفيه الجداد البلازموسين كويس برضو والسي نوت لايك الرافا سايكين الرافا سايكين هيغطي الاندي أم كويس جدا لكن تلاقي السيفتو بايبرول مغطي فقط سودومونس بارشلي هو مع الامرس ايه تلاقي الزيرباكسا ميني في السودومونس بيغطي التلاتة ميكانيزمس المهمين في السودومونس تلاقي ما عندك الميروبينام فابور باكتام ما قدمش كتير قوي الميروبينام فابور باكتام هو غطى الكي بي سي اللي كانت مشكلة شوية مع الزيرباكسا الميروبينام ريلي باكتام انا كمولوكيول رفضت دخوله المكان اللي انا فيه انه هو ما غطليش كتير ما فرحش كتير عن السيفتازيديم أفيباكتام يبقى بالعكس السيفتازيديم أفيباكتام غطي الأوكسا 48 لكن اما بينها مريلي باكتام مش مغطي الأوكسا 48 ودي حاجة ناخدها في الحسبان جدا جدا طب مما ناخد الأنتباتيكس النوفل في الجرام بوستف برضو بسرعة كده انا عارف ان انا سريع شوية بس هو انتو الاسف يعني انا سنتكلم عن الكلام ده في ربع ساعة ده تشالنج كبير جدا لكن انا هحاول قدر امكاني يعني ده التديزوليد اللي قريب من اللاينزوليد لكن الدنة معادلة كويسة جدا نقول عنه سلايد واحد لانه خلاص قريب من اللاينزوليد عندكم في لو هي استرابت بيوجينز استرابت أجلاكتيا الحاجات الجرام بوستف دي هو برضو زي كل مجموعة الميزة اللي فيه بقى اول حاجة نوع وانس ديلي مش تواجز ديلي زي اللاينزوليد تاني حاجة 200 ملجرام تالت حاجة ملوش افكت على بريفرال نورف بيعملش سيفير سرومبوسيتوبيني زي اللاينزوليد وفي نفس الوقت فيري رير انه يعمل سلوتينين سينروم كافكت انكم برامل باللاينزوليد اللايبوبوبتايدز كجرام بوستف كافريج دابتوميسين في وجود الكالسين بيبايند بيعمل ويديستروي ويعمل بس الحاجة المهمة قوي قوي اللي تاخدوا بالكم هنا في الدابتوميسين وهو موجود عندي باستخدمه في الكمبليكيت سينالسوفتش وانفكشن بالجرام بوست في بكتيريا دي لما واحد نمرة اثنين في ستاف بكتيريم بس اهم حاجة لو استخدمته في اندوكاردائتز ارجوك استخدمه في رايد صايد اندوكاردائتز يبقى دي اكتيفيتت بالسيرفاكتنت وكذلك لا يستخدم في النيمونيا ليه؟ عشان نفس الفكرة انه هو بيديستراكت بالسيرفاكتنت السيفتارولين ده موليكيول جديدة برضو انتفلارو ده FDA approved ده من بقاله حوالي 13 سنة بس نسته لاسف ما نزلش مصد قريبا يعني واخد اندوكيشن في حاجتين مهمين في سكينالسوفتش وانفكشن والكوميونيتي acquire neumonia ده 5th generation كفالسبورين او سموها novel كفالسبورين بانهيبت سيلولسنس زي ما انتم عارفين 600 ميلي جرام every 12 hours هو هنا غطى جرام بوست في افكت كويس غطى الجرام نيجاتف بس اهم حاجة انه هو نوت انتي سيدمونال اللي في السيفتارولين على السيفتو بايبرول السيفتو بايبرول هيغطي وفي نفس الوقت يغطي معه سيدمونس ده لا هو غطى غطى جرام نيجاتف انتيروبكتريشي بس نوت كافرينج السيدمونس ولا البروتيس ولا الانتيروكاس فيشين ده بالنسبة للسيفتارولين هادي التفلارة او سيفتارولين النوفل جلايكوببتايدز دول اخر حاجة ممكن نتكلم عليه من النهاردة دول جلايكوببتايدز طالعين او قريب جدا من المولوكيول بتاع الفانكم وايس بس دونا حاجتين مهمين جدا جدا نمرة واحد نمرة اثنين انه هو في منهم بيتاخد زي اوريتا فانسين اوريتا فانسين بال او هو ممكن يبقى وانس ديلي التلا فانسين لا بالعكس دوت ممكن يتاخد الدالبا فانسين بدي فبيتاخد جرعة وان جرام وبعد اسبوع ياخد نص جرام دول ادوا سيفتي عالية زي ما هنشوف حاليا اللي بيتاخد 1500 ملي جرام 1000 ملي جرام وان داي وبعدين بعد اسبوع ناخد 500 ده وافضل من حتى زي ما هنشوف حالا كان بيتاخد قبل كده من خلال قبل تلات سنين على 1000 على لتر ولقوا كمية كبيرة جدا عملوا السنة اللي فاتت وبقى بيتاخد بس فقط في 250 ملي جرام الدكتلا فانسين ده وده الفانكومايسين زي ما تشايفين المولوكيون هنا قريب منه لكن الجداد اللي في التلا فانسين عملت التالي في الترائل الاتلس ترائل دي اللي قارنت من التلا فانسين versus الفانكومايسين للcomplicated skin and soft tissue infection ولقوا التلا فانسين افضل كتير كمولوكيول وكرسبونس تلا فانسين وبيتاخد تلات once daily التلا فانسين الفانكومايسين بيتاخد زي ما انتم عارفين طويسة داي والrenal safety احسن من الفانكومايسين الدالبا فانسين جرعتين زي ما قلنا حيلا بس في اربعة مختلفين على الفانكومايسين اكتر كتير شوية من من التلا فانسين ده second designation libo-glycobactide وخد ready lfd approval في single indication acute bacterial skin and soft tissue infection ده البافانسين ده زي ما قلنا في skin and soft tissue في الجرام بوسط البكتيريا بس نفس الشي هو وبينهيب ستلوال سنسيسز زي ما قلتلكم بفكركم تاني جرام وبعد اسبوع نص جرام ولما استخدموه في catheter related blood stream infection كان statistically significant much more better عن الفانكومايسين فلو نزل هيبقيرة جديدة جدا في البكتيريميا والcatheter related blood stream infection ده مهم قويل وريتا فانسين بالO هو اللي هو only one single dose برضو في two chains مختلفين على الفانكو وده second generation libo-glycobactide approved في 2014 في نفس الانديكيشن هي هي bacteria skin and softish infections ولقوا all comparable single dose comparable لعشر تيام فانكومايسين تخيل انت هتدي انتيباتيك single dose comparable في indication مهم قوي قوي في severe skin and softish infection واستخدموه برضو في study على البكتيريميا وزي ما انتو شايفين هم ده الانديكيشن تالفانكو كان زي ما عندي infective endocarditis وستاف بكتيريميا وكمان زي ما تعرفين فانكو بيستخدم orally في cd colitis هنا التلافانسين واخد في skin and softish infection ونزو كوم المنمونيا ده البا فانسين هو والقريتا واخدين بس severe skin and softish infections يبقى إذن لو عندك MRSA treatment في serious infection لو endocarditis ببكتيريميا ونمونيا وستو vancomycin first line دابتوميسن لو بكتيريميا أو right-sided endocarditis أو osteom necrotizing fasciitis لو نمونيا لأوا ان اللينزوليد بروح الابثيل lining 200 times أكتر من vancomycin كلين دم ايسن لو severe skin and soft issue infection osteom arthritis البكتيريم و doxycycline skin and soft issue infection نيوسف تارولين و lygob tyles ممكن يستخدموا in conclusion أنا آسف إن أنا طولت عليكم four minutes وده out of my hand لإنتوا شايفين الموضوع عامل إزاي قدر إمكاني بشكر اللجنة المنظمة وحاولت أفكركم بس وأفكر زماني للأفاضل إن إحنا الدقيرة في multidrag resistant organisms لازم ناخد necessary sample قبل ما نبدأ الانتيباتيكس please make use of the new modalities for diagnosis of infections زيزي عندوكم البيوفاير وعندوكم syndromic testing available في مصر في كل حتة أرجوك استخدموها مهم جدا جدا زائد المكنيزم زي ما تكلمنا على الNDM و SPL والاكسا 48 والكي بي سي وأخد الانتيباتيك على حسب الانتيباتيكس والتيب يعني ما استخدمش طيج سايكل زي ما قلنا قبل كده وآخر كلمة وآخر حاجة بقولها when you have the cultural results and patients improving بشكركم جميعا وبشكر اللجنة المنظمة وشكرا جزيلا ونشوفكم إن شاء الله في مؤتمرات قادمة شكرا ترجمة نانسي قنقر